ختم غربة السلام عليكم هاد النهار الـ 15 يناير 2023 البارح في الفيديو ديالي تكلمت على يكمة كيناشي جيها خارجية اللي خدامك تنبش للنيل من صورة ديال ملك البلاد والملكية واش كيناشي جيها اللي كتحاول تحدث واحد شرخ بين الشعب المغربي والملكية ولو مستحيل في الفيديوهات ديالي لقدام كنت ديما كنقول الأحزاب السياسية والنقابات خاصة ترجع تلعب الأدوار ديالها اللي كانت كنت تلعبها في التسعينات والثمانينات في تأطير مختلف شرائح الشعب المغربي وكنت كنقول بأن هاد النقابات وهاد الأحزاب السياسية خاصة هاتل عبدك الدور ديالها وخاصة يكونوا هما البارشوك بينهم وبين الملكية وما عمرنا نخليه الشعب في المباشرة في الانتقادات ولفع أي حاجة مع الملكية لأنك الخطر على البلاد اليوم منك يجي هاد المعطل آخر ديالشي جهة التي تريد الإساءة وتخلق واحد البلبلة هذه هاد الأخرى ولكن يشكون دير هاد الفضايح كلهم كيف اشتدت تقلبنا وتكلمت على المخابرات الخارجية اليوم فضايحة للنسبالية فضايحة اللي وقعت في البرلمة الأوروبي كتعرفوا بلادنا في تسير ملف الحقوقي ولا الملف ديال الصحفيين كتعقلوا لما تعتقل سليمان الرئيسوني خرجات الخارجية الأمريكية وكتعرفوا الخارجية الأمريكية لما كانت بغير دير شين دوا صحفية إلا وقت 16 مع البيت الأبيض لديية الجيش اف بي اي العدل لسيئة الاستخبارات وديز اجنس وحد أخرين هاد كيخرجوا بالقرارات هادو الخارجية الأمريكية في الافتتاح مازلتش صحفي ما حطش سؤال وأدانت المغرب وطلبت بإطلاق صراح الرئيسوني ودارتش حال ديال الحويش الميل في الحقوقي نخليه الأمور اللي هي سياسية واقتصادية الميل في الحقوقي عنده أهمية بالغة عند الدول بحل أمريكا بحل أوروبا كاملة بحل كندا وعدد من الدول الأخرين غادي تقولوا لي أمريكا تهيى تخريق الحقوق الإنسان وتهيى كتدير قوانطانامو ودارت 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 صحيح ولكن دولة عظمى ما عندك مدير بز منك محتاجين الكريديات ديالهم محتاجين الدعم ديالهم الدعم المالي محتاجين الدعم السياسي محتاجين مزادي الحويش هذا الجانب اللي هو حقوقي وهذا شي ما تعرض له عدد من المناضلين ومشون الحباسات عدد من الصحفيين اللي تمرمدوا وراهما في الحباسات واللي يخرج من الحبس هذا شي كله هما ما كيتقبلوش كيقول لك أنا نساعدك أنا نمولك ولكن تمشي في دولة ديمقراطية نحو ديمقراطة البلاد كتعرفوا أمريكا أدنتنا في القضية ديال الرئيسوني أمريكا لما طلعت جو بايدن وقف كل شي الاتفاقيات والسياسة اللي كانت غادة عليها الإدارة الأمريكية القديمة بخصوص القنصرية الأمريكية في الداخل تراجعت في قضية ملف صحرة شفتوا من المكان دونالد ترامب كي كانوا غادي جات جو بايدن جات إدارة أخرى حبسوا كل شي داك شي تقليص العدد ديال الجيش الأمريكي اللي مشارك أسد الإفريقي مناورة العسكرية بالمغرب وأمريكا أمريكا رفضت بعلينا واحد ربعات دياللي درون جد متطورين وزيد وزيد بزاف ديالحويج يعني موقفها ما هو هنا ما هو هنا يا كتعرفوا لما كيخرجوا كانوا كيخرجوا منضمات بحاليومان ورايت واتشو لا أمنيسيا انترنسيونال وكتقول المغرب المغرب باركا ما تشد الصحفيين باركا ما تدير كانوا ندون طبلوا هادو مع الجزائر هادو مولاتهم الجزائر هادو ضد المغرب وكتبدأ الصحافة ديال تشهير وديال تفاهات كتيروا فيهم سبانس بكون سمعنا ليهم ما كناش نطيحوا اليوم في هاد المأزق ديال البرلمان الأوروبي والعواقب ديالو كتعرفوا في الأوائل لأن هادشي لوقع ديال البرلمان الأوروبي اليوم ضرب عرض الحائط من غير يطرد شي معجيزة ضرب عرض الحاقد الحقبة كلها ديال الحكم ديال ملك البلاد لأن من هرجا هو كيدافع على حق الإنسان وكيعطي التعليمات ديالو باش يكون واحد من فراج حقوقي يعطي التعليمات ديالو باش الحقوق الإنسان يدارو بيهم ويكون واحد نفتاحه بزعب ديال الحويج على أرض الواقع كي الناس اللي عندهم مرأة يخر وكيديروا حويج خورا وهادشي اللي يطرع كتعرفوا في الأول فاشي الله طلع محمد السادس سنوات الفين وجوج الفين وثلاثة الفين وواحد كانوا مسؤولين سامين من أصدقائه مره في السيمانة كيديروا واحد لقلسة مع مدراء الجرائد وكيقلسوا معهم كيجمعوهم كيتعشو وكيمروا لهم خطابات وكيدوزوا لهم التوجهات ديال الدولة وهادوك الناس كان عندهم واحد لبواتا هما لما كيكون شي مشكل بين الصحفيين ولا في الصحفة إلا وهو ما كيددخلوا من بعد تقطع هادشي كله كينا قطيعة بين الصحفة واحد وبكين توجوه واحد آخر شكون هاد جهة الله أعلم ولكن اللي مشات لصحفاتها تشهير صحفات الغلبسالات وتحمير الشعب المغريبي وشي تفاهات وشي حويج اللي ما عندهمش لبنزدقية للتحاجة وجات الصيف على رقاب الصحفين على رقاب المناضلين على رقاب أي واحد حلف مو أي حاجة كيصوبوا لكميل في ده بقولوا لي توفق بعشرين لمنضرب خمستاش العام ديال السجن حتى من هادوك كونش يضحك علينا فيها حتى من هادوك البنات واحد العدد فيهم كلهم تراجعوك يقول لك اللي رأي تشير ماشي بالصحو هذا وكونش يضحك علينا سليمان الرئيسوني عمر راضي زيدوها واحد العدد المناضلين هادو غير اللي معروفين أرى أن اللي ما معروفين شوش حمله واحد كتعرفوا غير تكتب شي حاجة على رأي الجامعة وتقلص في الحبس فينا هو النضال هادو من ضمن المشاكل الكبرى علش دخلنا هاد نار الحبس علش دخلنا هاد الصحفين علش دخلنا أستاذ زيان للسجن علش كنضحكو فينا العالم مش يغي كنضحكو يدينوننا مع العلم أن أستاذ زيان صديقي الله يطلق صراحه أستاذ زيان درت معه حوار ونشرته أستاذ زيان أونوف يعني اللي ما تسجلش وقت كان دوي معاه وحطيت له سؤال إيه جول عندك دابه وقلصه وطفقته على فيه كلمة شاكيل كيقول لك أنا مستعدان رجل دولة أستاذ زيان اللي تعدينا عليه وش دينا له ولده ربع سنين لحب السيجن نحكمه عليه باش نضغطه على زيان صدق لاحق عليه تاه هو فاش درنا الراضي فاش درنا الرئيسوني فاش درنا بوعشرين دولة واش كانوا غير يقدروا يريبوا هالدولة يديروا شي حاجة تحش ما يقدروا يديروها الدولة أقوى من أشخاص وأقوى من عدد من المؤسسات خصوصا صحفية ودولة فاشلة في تسير بعض القطاعات اللي ما تقدرش تختارق أي مؤسسة صحفية ما كان قوش تختار قط ودحط لهم مدير اللي هو ديكتاتوري ولا بوليسي ولكن كان تقنيات ها في وصلنا اليوم الإدانة ديال برلمان الأوروبي للمغرب خمسة وعشرين عام ما عمره طرهت خمسة وعشرين عام ما عمره طرهتش واليوم طره عشنو كين اليوم البرلمان الأوروبي ناقش حرية التعبير والصحافة حالة عمر راضي نموذجا كتعرفوا باش ما نقولوا شعر وتانية رهت جزائير ولا الاعداء ديال المغرب ولا ولا كينة 430 برلماني أوروبي 356 برلماني أوروبي كلهم صوتوا بنعم لإدانة المغرب روخة كل مريكا ممكنش تدير هاد الإجماع هادا كله يعني كينشي خلال بشي بلصة عدد من البرلماني الأوروبي المقتنعين اننا في ندفو احنا اللي داري المشاكيل وكين 32 اللي رفضوا يصوتوا و42 اللي هما مجوش غابوا هاد الإدانة شنو فيها استدي النقاط يحط السلطات المغربية على احترام حرية تعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيا مع عمر رادي وسليمان رايسوني وتوفيق بو عشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسارهم دب احنا ولينا راديكتاتورية من كتقرى هاد شي ضد الصحفيين ومحاميهم وأسارهم يعني هذه الدولة ما بقناش دولة اللي في غادة في الدمقراطة ويحط السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي كتعرفوا هادي واحد الأسبوع المغرب صيفت واحد الوفد برلماني ومشى لستراسبورغ ومشاوا باش يشوفوش كين ما يتعتق كيفاش يمكن المغرب يضغط باش هاد الإدانة ما تكونش وما داروا التحاجة وما قدروا يصوروا التحاجة والتشي برلماني أوروبي ما بقى غادي قدر يقرب المغرب من بعد هذي كل الفضيحة ديال البنزيري وذلك البرلماني الخرين وكونش في الرشوة اللي تعرينا فيها وراه البارح تكلمت على هاد الموضوع بأن اللوبي ما فيه احتعيم ولكن منك تحصل به هاد طريقة باشعة المشكل شكون دار هاد المصيبة هاد النقطة الثانية يدين بشدة إساءة استخدام الدعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم ها هما كي عاقبين إذا بغينا نقوله عاقبين ولا كونش غادي للجنس ويعتقدوا أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر يساوره القلق الزاء للدعاءات بأن السلطات المغربية حاولت إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي وهذه الناس هادوا في البرلمان الأوروبي لما وصلوا هذي الستينتاج بش تلتمية وستو خمسين برلماني أوروبي يدينون كانت الفضيحة دي الألمانيا واحد الجاسوس دينا إذا بغينا نسميه والعميل اللي تعرّه ونطع لي تجاه عنا قادية حاجيب عنا حويج خورا بلجيكا بحل بحل اللي القضاء البلجيكي تهوى في القضية دي العدد من الأئمة وكيف أشي يقولك بغالي مغرب يدخل في تأطير ديني وشي حويج ومن بعد عودتاني عملاء نمشيوا الفرنسا بحل بحل قادية بيغاسوس واللي تهو ما طلبوا الإدانة من البرلمان الأوروبي إسبانيا طلبت الإدانة في قادية سبتا عنا هولندا عنا إيطاليا يعني عداد من الدول ولو مقتنعين هذو أغلاط فادح هارتكبناها البارح كنت كنت تكلم على الإيساءة لسمعة وصورة ملك البلاد ولي الملكية اليوم كانت تكلم على إيساءة للمغرب بأكمله شعبا وملكا هذ الفضايح هذو الإدانة هذي بحل اللي احنا شي جمهورية ديال ما عدت فين وعنا الإقطاع وعنا ما عدت شنو البولي السياسي وعنا النس كيبشون الحباسات وعنا 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 بزاو ديالحويش النقطة الرابعة يحط السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفي بما في ذلك عن طريق برنامج تسسوس بيغاسوس هذ بيغاسوس رح مازال غديش بدلينه مشاكل ومتاعب خصوصا أن أمريكا مؤخرا هذي الأسبوع الأخيرة عطات الضوء الأخضر لمقاضاة شركة الإسرائيلية مولات هذ بيغاسوس واعتبرته بأن هذي واحد العام اعتبرته بأن واحد البرنامج معلوماتي لي كيشكل واحد الخطر على الأمن العالمي وإحنا استعملنا بيغاسوس ها وإحنا جايين إحنا تعرينا تعرينا شكور ملهاد الفضيح أو تانيته هم خصوهم يتعاقبوا غادي نمشيوا ويحطوا الدول أو سمعوا معي مزيان وتنفيذ تشريعاتهم لحمايتهم ويحطوا الدول الأعضاء في الانتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي نقطة الخامسة يدعو إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن ناصر الزفزافي المتأهل لتصويت نهائي لجائزة سخاروف لعام 2018 ويدعو أن يطلق صراح جميع السجناء السياسيين ويدين انتهاكات حقوق المتظاهرين السلمين ونشاطاء المهجر كي يدوئ للمغربة الخارج والتجسس عليهم ويدين المحاكمات والإدانات المعيبة لـ 43 متظاهرا من الحراك فضلا عن تغذيبهم في السجن عرفتين لمن غادي يصلح هذا كله كي يخدم أجنيدة الأعداء البوليزاريو دبا الاتحاد الأوروبي يدين ماشي للبرلمة الأوروبي البرلمة الأوروبي هدو ممتلين دي الشعب الشعوب الأوروبية يعني الأوروبيين وغالبا أمريكا غادي يتبعتها هي الأنظار ديالها على حق الإنسان غادي نضو الأعداء ديولنا وغادي حركوا البياضق ديالهم اللي عنا في أقلي من الجنوب وغادي وغادي يقول لك من حقين عبر ومن حقين خرج نتظاهر ونكون أنا مغربي يقع التظاهر كي ضمنه يد دستور المغربي ونهار تضربه ويصور ويدير واحدة يجوش 13 20 ويدير وتخرج لك إدان واحدة أخرى خلي الناس تظاهر وهذاك شعل شاند رجعه 21 عام اللور لما كنت كان ناضل ومع مناضلين مع مجموعين في إطار جمعية السحراء المغربية وكننا في الخطة ديالنا وكننا نقول للمسؤولين ديولنا أن لاعب في النفيصالين يتظاهرون ولكن شريط أن إلا كانوا هما عشر الوحدويون يكونوا ألف إلا كانوا هما مئة الأخرين يكونوا عشر ألف وغادي تكون واحد ديمقراطية زوينة إحنا ما عرف ناش وقيد نكون شيء ولا كو شيء بالفلوس وهرسنا وكبرنا اسمحوا لي على هذه الكلمة كبرنا البعر المنفيصاليين والوحدويين قتلناهم ودرت الداخلية أغلاط فادحة في هذا الموضوع ودرت المجر وحطت مجموعة الوراق اللي كتسم هم هي جمعيات والنهار كتبغي كتفرق عليهم شي براكة وكتقلهم يا الله دويو وبعد كتجمع وكل حاجة بالمقابل ما بقى شننضال هذا غادي نمشي النقطة السادسة والأخيرة يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إتارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية المحتجزين عفكم وحضور محاكماتهم ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في المغرب كتعرفوا كين واحد المعطا وحد آخر اللي ما خسلش تنسوه أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الأوروبيين كيقلبوا على موارد أخرى الغاز ديالهم كين النورفج كين أمريكا ولكن كين الجزائر اللي ممكن لها تمد إسبانيا تمد الفرنسيين تمد الدول الجوار والجزائر ما غدرش هاتش فابور قد تعرفوا بأن غير البارح وزير الاقتصاد الجزائري كانت عنده واحد القلصة مع مستثمرين سعوديين وهذوك المستثمرين سعوديين شركة ضخمة سعودية استثمرات في الجزائر دارت خريطات المغرب كاملة أرجعهم وقال لهم شوفوا ما تنسوا شراسكم رقم في الجزائر وبدأ عليهم السحراء الغربية وهذه وهذه وهما يقطعوها قطعو الخريطة على جوج ما عندهم ما يديرو الجزائر غدير بحلقة كالأوروبيين نعطيكم القاز نعطيكم أتمينة تفضيلية ولكن من الجهة الأخرى محتاج لكم تعاونوني في 1 ملف ولا بغيت تنازل في نايا ولا بغيتكم تضغطو إلا احنا في واحد المنتظم دولي محتاجينهم محتاجين الفلوس الدعم محتاجين قروض كينا واحد لحاجة بسيطة قالها والي بنك المغرب مؤخرا جواري قال لكم مشا المغرب ياخد كريدي ما بغاش يعطيه البنك الدولي قال لي ما عندكش الضامن هذا غميتال صغير لكم راحنا ماشي بوحدنا في هذه الحياة ولا في هذه القرى أرضية رسالتي للمسؤولين دي البلادي آفكم علاش العناد العناد كنت عنده مع زيان كنت عنده مع أبو عشرين كنت عنده مع هذا كنت عنده احنا مع يومان ريت ووتش كنت عنده لا مغنبين وراحنا قوي وصححنا أقوياء ولكن الأقوياء كيكونوا هنا ماشي بصحة كيكونوا أقوياء بالعقل محلوة لسان أجيوا قلسوا معنا أجيوا نسمعو وعلاش وكيفاش وهذا وما نسبوش وباركة عنا من ديك الصحافة دي السخافة ديل تشهير اللي مدعمه من طرف الدولة اللي مدعمه من طرف الدولة والاخرين كان حاربوا لا أعطيكم غير مثل صغير مثل صغير درت موقع إلكتروني إخباري أنا في مدينة أقادير الحرب المعلنة من طرف السلطات المحلية ومعلوم معهم أخ النوش لا تتصور يقطعوا عليك الموارد الاقتصادية باش ما تزيدش القدام باش يقتلوك باش يخنقوك باش يركعوك وتجيل عندهم وتقول لهم أنا متيب الله شنو بغيتو وذيك الساعة غد يعطوك الشرط وغتقول لي تانتف السخفة وتانتف التفاهات هادشي أنا كنقول لكم غير موقع صغير أران ندبه في الموقع الكبرى وهذا كيحلك الروبيني انت معاناك يسد الروبيني إلى والتي ضدهم وذيك الساعة غدت شرط هذا ماشي معقول هادشي رأفة بهذا الوطن القضية ديال إدانة ديالنا من طرف البرلمان الأوروبي بهذا العدد الكبير ديال البرلماني الأوروبي هادي فضيحة هادي خصاء إقالات عندنا نبدوها بمدير المخابرات الخارجية لأننا مسؤول على تشي كامل هذا الفضيح اللي وقعه بالتسلسة اللي قلت كل خطرة خاصنا فينهم الأحزاب السياسية يواجب إدانتهم فينهم النقابات علش ما كانوش عندهم علاقات علش ما كانوش كالدبلوماسية البرلمانية علش هادش كل شي بكيتحركش من المغرب؟ طح تلهد المستوى هذا والمهم الله يدير شي توي الخير ونتمناه مستقبل أفضل لأنه كيف ما قلت هادش كله كيدرب عرض حائط حقبة حكم جلالة الملك وهادش ماشي بالصح كين بزاف ديال الحويج اللي يدارو إيجابية ولكن كينش وحده كيدروا لعصافر رويضا من هادك الحمس لدوز سنة لدوز المهداوي لدوز عدد ديال الناس هكاك فابور لله في سبيل الله الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من أي سوء وغادي نبقاهم متفائلين عافاكم متفائلين بمستقبل هاد البلاد وغادي نبقاهم ناضلوا ومن داخل البلاد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر